بداية يا دكتور، يعني إيه كلمة قلق؟ هو يعني كلمة القلق، طبعاً الكلمة عامة بيندرك تحديها عدة أمراض يعني من أشهر الأمراض احنا بنقولها مثلاً اللي هو بيبقى مرض الرهاب أو الفزع أو الرعب أو كده فيه الفوبيا اللي هو الخوف فيه كان تباحها الابسيشن اللي هو الوسوس القهري فيه جنراليزد انجزاية سؤرد وطراب القلق العام، تباحها برده فيه حاجات كتير يعني تبع موضوع القلق ككلمة عامة يعني طبعاً زي ما حالك تفاضلت وقلت بالنسبة للجزء، نسبة القلق وانتشر طبعاً نتيجة للظروف الحياتية ممكن اللي واحد بيمر بيها، نتيجة للظروف سياسية وظروف اجتماعية ظروف حياتية مختلفة، بيانتج منها كده استرس زيادة، ضغط عصب الزيادة، بيانتج منها كده كل إنسان بيبقى ليس ريشلد معينة، درجة تحمل معينة، تختلف من شخص أخي، فيه واحد درجة تحمله جديرة قوي، يقدر يستحمل واحد درجة تحمله متوسطة فيه ضعيفة، فاللي بيبقى أن درجة تحمله ضعيفة ده أول واحد بيصاب بالقلق يعني فيه نوقات معينة تلاقي مثلا نوم وبيضطرب، تلاقي يجي ينم، يقعد ساعتين ثلاثة عصير يتقلب ما ينجيلوش نوم، تيجي يأكل ما ليوش نفسه قوي للأكل تلاقي ممكن في بعض المواقف تلاقي عرق غزير جدا، تلاقي رئو ناشف حس كأن حاجة واقفة في زوره، تلاقي مش قاعد على بعضه، تلاقي مجدود على طول ممكن يبقى عصبي أحيانا فيه يعني حاجات أعراض كتيرة مختلفة للموضوع ده، فيه منها برضو يعني ضربة القلب ممكن تبقى سريعة يعني حاجات عضوية ممكن تبقى موجودة كمان حشان ممكن ناس كتير منهم يلجأوا مثلا لأطباق قلب وكده فيكشفوا عليهم بيقولوا لأ انتم كويسين ما عندكمش أي حاجة تلاقي كتير منهم بيروحوا ويلفوا عند أطباق بطنة كتير ويكشفوا حاجات عضوية بيبقى برضو ناتج من الألق وطاطر فلااخد دكتور بطنة بيقولوا لأ انت ناحية العضوية عندك سليمة ما فيش حاجة فاشوف دكتور عصاب يعني كان فيه بحث كانت عامل قديم قوي بثمان عنه زمان في المستشفى الجامعة هانتشامس لقى ان 70% من الحياة المترددة على عيادة البطنة أساسا أمراض نفسية ومعظمها ألق فالجزئية دي طبعا تبقى مهمة جدا لأن جزء الألق ده بيخلي الشخص مش بكفاءة الكاملة سواء في عمله أو في شغله أو في حياته تلاقيه متأثر يعني من واحد ما بينامش كويس تلاقيه مش مركز مثلا تركيزه ضعف تلاقيه ممكن احيانا يعني متأثر عنيحة العضوية بالنسبة القلب مثلا بالنسبة للمعدة بالنسبة للقولون تلاقيه عندي قولون عصبي يعني متأثر عليه من عدة نوعية بشكل عامي بشكل عامي